يأتي هذا بعد النمط الذي شهدناه من جانب الحلفاء الدوليين وسنستمر بمساعينا الدبوماسية من أجل إنهاء هذا الصراع لأنهما لم يتم ذلك فنحن سيكون لدينا أمكانيات ضئيلة لتقديم المساعدة اللازمة أنا أدعو الجميع إلى التسجيل في السفارة لنعلم من هو موجود هناك وأين هم موجودون فنجد سبيلنا للمساعدة ما إن نقدر أو إذا ما تسنت الفرصة الدبلوماسيون يدخلون إلى ويخرجون من السفارة وهذا جزء من عملهم هناك قادة ومسؤولون رفعون ما زالوا موجودون في السفارة في الخرطوم وطبعا السفير في بريطانيا وجوده جيد بالنسبة لمشاركة الخبرات وتقديم المعلومات اللازمة واجبنا الآن هو أن نتأكد من أننا نستطيع نقل الموظفين الدبلوماسيين والأشخاص الذين مداروا هناك في السودان اشتركوا في القناة